السلام عليكم خوتي إن شاء الله تكونوا ملاحظة نحاول نجاوب على تساؤل عديد من المتابعين قالوا لي تكلمنا على قضية حجز الطرود الباردية من طرف الجامريك الجزائرية يعني الناس اللي راح يتشري عن طريق التجارة الإلكترونية قل سواء يأولها هواتف ولا أي حاجة يعني يأتي من الخارج راح يأيما تطول بزاف بشتوصل ولكن لي يحجزوها خليكم نشوفوا فيديو قصير تاع واحد يوتوبر جزائري يعني باش للناس اللي مرمش متابعين ولا مرمش فاهمين ملايح وشراوي يسراه يفهموا ومبعد نحاولو نعلقو عليها ونشرحو هذه القاضية طوري اسكو منطقيا تقدروا تصبروا على الطرل تشروه من الأنتنت وتخلصوا عليه دراهم ويقعد كثير من الشهرين ويبنع عليه والو دراهم مكرم في السمارة وفي المجهود واسكو هذا راوي شجع لو يحارف تجارة إلكترونية اسكو هذا راوي شجع لو يحارف تسوق إلكتروني وللالحجز العشوائي الطرود مادم كين قالوا وكين أشياء ممنوعة من الاستوراد لماذا تحجز لي حاجة ممنوعة وبلما تبدلي تبرير كين نصر يشتكي قال لك أنا أول مرة لأشري هاتف من الانتنت وحجزهولي على أي أساس لأسكو هذا حجز مؤقت ولا مستمر وكيف يش نضيون الصبر وضو كون نجوليكم هذا الشيء واحد ما فهمنا صح يا خوتي بعد اللي شفنا هذا الفيديو ورام كين فيديوهات بزاف كما هو في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب تيك توك في الفيسبوك جزائريين يشتكيوا نوعا ما من هذا الظاهرة تساؤل تاني الكبير وش هي الحاجة اللي خلات الجماريك الجزائري تقوم بهذه الإجراءات هي إما كين اللي تحجز بعض الطرود ولا كين اللي تخلي مدة تسليم نوعا ما أطويلة بكل بساطة لأننا في الجزائر التجارة الإلكترونية عندها علاقة مباشرة مع السوق السوداء للعملة الصعبة خلونا نسموها السكوار يعني اختصارا باش تجينا سهلا لأنه أغلب بعلك لا ربما 98% ولا 95% من الجزائريين اللي يشريوا من المواقع الأجنبية يتاجه إلى السوق السكوار يشري الأورو والدولار ويشارجيه لكارت التحوم وبعد يشري من المواقع الأجنبية هذا الشي خلو الفارق بين السوق الرسمية والسوق الغير رسمية للعملة الصعبة في الجزائر دائما يزيد يتعمق خاصة في هذه العامين ولا ثلاث سنوات الآخرة يعني لو كانوا يشوفوا سعر الأورو في البنك راو 14 ولكن في السوق الموازية راو سلحتان 24 الدولار راو 13.8 أو لا خلونا نقوله 14 في السوق الموازية راو 22 وعليه الفارق راو تقريبا يوصل إلى الضحف ونحن كما شرحناه مقبل الفيديوهات السابقة كيكون الفارق كبير بين السوق الرسمية والسوق الغير رسمية خاصة كما يكون شكاين ثابات لو كان يكون ثابات شوية نوعا ما ولكن كيكون كل مرة يتغير هذا الشيء يجعل المستثمرين الأجانب نوعا ما يتخوفوا من الاستثمار فهذه البلاد وعليه سما الاستثمارات الأجنبية راح إمكانية الدخول الانتحة تنقص نوعا ما أيضا راح يجعل سوق فيه إغراء لبعض الأشخاص باش يكون فيه فاساد نوعا ما لاش لأنه أي واحد يفكر باش يخرج الأموال بالطرق الرسمية ولا بسعر الرسمي وهذا يبحى بسعر غير رسمي سواء يكون مستورد ولا مصدر ولا أي واحد مثلا عنده فكرة يقدر يقوم بهذه العملية لا يجيكمش يعني في بلكم غير قال ربما منش عارف يخرجها بطريقة مباشرة هذه راح تكون صعبة ولكن كان بعض الإجراءات مستوردين ولا مصدرين ولا كان ناس ما عندهم إمكانية للحصول على العملات الصعبة بالطرق القانونية ولكن يريد فكر بزاف باش يبحى في سوق غير الموازية صح هنا تسألت عن المهم هل هذا الإجراء هو صحيح ولا مره صحيح يقدر يجي هنا يقول لك يعني يزم السلوطات الجزائرية تقوم بإجراء لحماية الاقتصاد الوطني وهذه الفكرة الناس كامل تساندها ولكن من جي واحد يجي واحد يقول لك ثانيتك الناس اللي شرات مشتريات من الخارج والقانون الجزائري مي منحهم ما دام مسموحة يعني باش يشري هاتف ولا يشري أي منتج من الخارج وعليهم الحقه كيف كيف الجزائري كما هو كما مختلف أشخاص ولا مختلف الأفراد في العالم يتحصل على منتجات من الأسواق العالمية وعليه نرنا أمام وضيلة حقيقية يأما نحميوا الاقتصاد الوطني ولك راح يكون على حساب ولا ظلم شريحة كبيرة من الجزائريين يأما خلوا هات الجزائريين يديروا عيهم ويشريوا كما يحبوا يعني من الخارج ولكن راح تكون كيناء انعكاسات على الاقتصاد الجزائري صحة تقول لي وراها الحل الحل الاقتصادي بكل بساطة أنا نشوف باللي يلزم سلطات الجزائرية يديروا دراسة حقيقية ودراسة جادة لكل المواد مثلا اللي راه ممنوعة من الاستيراد ولا قال راي كينا كوطات على الاستيراد ورا محبين ينقصوا منها علاش؟ لأنه حقيقة مراهوش كينتا سروا ولا رانا منعين إخراج العملة الصعبة من الاحتياطة على الجزائر بالطرق الرسمية ولكن الناس راه يتخرجوا العملة الصعبة بالطرق الغير رسمية راه تروح تتاجه إلى السكوار و تشريها وهذا الإجراء هذا راه يعمق الفارق بين كما قلنا السوق الرسمية والسوق غير رسمية ورا عندها انعكاسات على الاستثمارات الأجنبية تبقي هذه الأكتصاد الجزائري تتغيع عملة ciهية احتيالة صعبة من وجهت ناظر أي會 والذي يحبون يستثمرون هنا لا ربما لا يدخلون الأموال وعلى هكذا الذي نربحه من جهة سوف نخسره من جهة واحدة من وجهة الناظر وهذه كنت تكلمت عليها مقبل نرى ما ربما قضية السامح باستيرات السيارات ناقص ثلث سنوات هي التي خلت سوق السكوار ينتعش أكثر من الهواتف لأنه الذي يشري تليفون ويشري ساعة ويشريه كان فيهم جزء كبير من الجزائريين ويصرف 50 أورو 200 أو 300 أورو وكان الكثير من في مواقع التواصل الاجتماعي لربما عنده طرق يدخل دراهم عن طريق التجارة الإلكترونية تسمى أن يحترم يشروب بالأموال التي تدخلها ولكن الأشخاص الذين يشروبون في السيارات ونرى السيارات التي تدخل الجزائر كان سيارات ألمانية وكان سيارات غالية ثم كان بعض الأشخاص يشري ضربة واحدة 30 أو 40 ألف أورو ولا تكلموش على اليزاجونس ولكن شخص واحد يشري 30 أو 40 أورو ولكن الناس الذين يعملون في التجارة لا يشري لربما 10 أو 15 أو 20 ويدخلهم هنا في الجزائر يحوص يشري 300 ألف أورو وعليه هي مبالغ ضخمة تجعل السوق الموازية الصعبة دائما ترتفع وعليه هنا في الجزائر يجب أن نتعلم أنه يجب أن نتخذ إجراء اقتصادي يجب أن نشاهدها من كل الزوايا ليس نذهب نمنع استيارات سيارات أو هاتف أو هاتف أو هاتف نجعل الجزائريين يبحثوا على مصادر غير رسمية للشراع يتجهوا إلى سوق السكوار لكي يشريوا العملات الصعبة وهذا الشيء حقيقة سوف نربحه لما يخرجوا من الخزينة العمومية ونحفظوا الاحتياطات في البنوك الجزائرية ولكن من الجهة أخرى سوف يرتفع الكثير في السكوار وكما قلنا هذا سوف تكون عنده وانعكاسات كبيرة على الاقتصاد الوطني وعليه هذه يعني كخلاصة وكان جيليا كراي اقتصادي قال استثناءا هذا العام تاع الفين وعشرين ولا الفين وخمس وعشرين نوعا ما ما دمر أسعار الطاقة مرتفعة قال كذين صادرة خارج المحروقات توزنة الكلية لا بس شوية نوعا ما كما شرحنا في فيديوهات سابقة قال استثناء نخلي كوطة بس بها تحسيارة تدخل من شيء غير هذا قال الفيات وهذا الشيري والشيري لا لا قال نخلي السيارات التي عندها امكانية باش تخفض الأسعار قال مش عارف أنا بيجو والرونو والهيونداي والكيا وسويفت هذه السيارات نوعا ما اللي يحبوها الجزائريين وهي اللي يتخفض الأسعار كيف كيف مثلا قال هاد الهواتف والمنتجة هذي لا ربما إذا رأي كينا شوية رسوم لا ربما مرتفعة ولا كينا حجر يتخلي تخليها مرتفعة في الأسواق قال استثناءا هادا عام لعامين نخلي الأسعار تخفض الجزائريين يشروها بأسعار لها بس بها وبعد نعاود ننطلع ولا نعاود نقوم بالإجراءات مثلا يعني الاقتصاد هذا أو لا في كل عام ولا في كل ستة شهر تقدر تبدل الإجراءات وعليه إحنا مدام تاخدنا مثلا بعض الإجراءات الاقتصادية في وقت من الأوقات مش شرط قال يلزم دايما نحافظ عليها لا لا على حسب المتغيرات ونشوف المتغير الحالي خاصة خاصة في هذا العام وللعامين الأخيرتين رانا نشوفه باللي كان انتعاشة كبيرة في سوق السكوار وراي تقريبا ربما يوصل للضحف يعني الأورو راوي دير 24 وكما قلنا يعني في السوق رسمي راوي دير 15 ولا 14 ما تقريبا ربما راح يوصل للضحف هنا يطلب وقفها ويتطلب دراسة حقيقية قال احنا وش هو الإجراء الأحسن والأفيد للاقتصاد الجزائري إذا حسبيا والاقتصاديين لقوا باللي لإجراء هذا اللي رانا فيه أحسن نبقى فيه ولكن إذا قال الاقتصاديين داروا الحسابات انتحوا وشافوا باللي الاقتصاد الجزائري بهذه الطريقة ربما روا يخسر من زوايا أخرى قال عادي نعدلوا في القوانين وهذا هو الاقتصاد كي تتأخذ أي إجراء راح تبدأ تشوف الإنعكاسات ندعو على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى المالي وعلى المستوى الاجتماعي وتقدر تبدلوا حسب المعطايات وحسب المتغيرات هذه هي يا خبتي الإجابة ندعنا يعني باش الناس تفهم ربما بعض يقول لك ما تكلمتناش على الظاهرة على الطرد كما كنا نستنى وقال لي يجب أن يتطلقوها ولم يتطلقوها احنا ما يهمناش كما تعرفوا القناة ندعنا الهتف انتحاء وتحليل اقتصادي وعليه حبيث نشرح لك هذه القاضية من منظور اقتصادي واش هي الفائدة للاقتصاد الجزائري واش هي السبب لخلات الجمالك الجزائرية تقوم بهذا الإجراء ومع الله خلقاتي اشتركوا في القناة اتفانوا جارس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلام عليكم